موسيقى رئيس الجمهورية في طهران للتعزية بالرئيس الراحل وترحيب عراقي بقرار محكمة العدل بشأن رفح الخلاف السني عقد ملف رئاسة البرلمان وتقدم يضع تعديل النظام الداخلي قطة للضفر بالمنصب موسيقى تعهد نيابي بسرعة تمرير جداول الموازنة ومطالبات بتلاف أضرار تخفيض حصص المحافظات موسيقى أهلا بكم إلى تفصيلات النشرة حيث وصل رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد إلى طهران في زيارة لتقديم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه ويرافق رئيس الجمهورية وفد سياسي فضلا عن مسؤولين آخرين وأعضاء مجلس نوابه من ناجاته قدم السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم الصادق الشكر للعراقيين حكومة وشعبا الذين قدموا واجب العزاء على روح الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ورفاقهما لافتا إلى أن ما قدمه العراق من تضامن وتعازي يدل على عمق العلاقات بين الشعبين نتقدم بخالص الشكر والأرقان والتقدير والانتنان إلى العراق الصديق والشقيق حكومة وشعبا مراجعا وعلماء أحزابا وعشائرا وشيوخا وشبابا إخوة وأخواتا عشدا ومقاومة وكل أطياف الشعب من قوميات ومذاهب على ما أبدوه من تعازي وتضامن ومواساة بالفاجعة الأليمة باستشهاد السيد رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية ووزير خارجيتها الجهادي ورفاقهما وإن دل هذا إنما يدل على عمق العلاقة القلبية والأخوة الحنيمة بين الشعبين العظيمين والعزيزين فشكرا لكم من عماق القلب ودمتم وإلى فلسطين حيث أمرت محكمة العدل الدولي لاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه العسكري في رفاح جنوب القطاع رئيس المحكمة نواف سلام شدد على أن الوضع في غزة مستمر في التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة في القضية الحالية وبالنظر للتدابير المعبر عنها في طلب جنوب إفريقيا ولظروف وملابسات هذه القضية تعتبر المحكمة أنه وفقا لمسؤولية إسرائيل في اتفاقية منع الإبادة الجماعية يتوجب عليها وقف الهجوم العسكري أو أي أعمال عسكرية أخرى في محافظة رفح فوراً والتي قد تتسبب في دمار جزئي أو كلي وتطالب المحكمة إسرائيل أيضاً باتخاذ إجراءات فعالة للمحافظة على الأدلة والبراهين المتعلقة بالتهم المواجهة إليها وعدم إطلافها كما تقضي بذلك الفقرتان الثانية والثالثة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية أشهد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني بقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان في رفح تعبيراً عن الضمير الحي للعالم السودان في تدوينة على منصة اكس شدد على أهمية أن يتسع القرار ليشمل كل حرب الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة مضيفاً أن العراق دعا مراراً للمجتمع الدولي أن يتولى مسؤولياته لردع وحشية الاحتلال والعمل على إنهاء معاناة شعب كامل لا يطالب سوى بحقه في الحياة طلبت مصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لكل القرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرتها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن إسرائيل ملزمة بتنفيذ كافة التدابير المؤقتة صادرة عن المحكمة والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذة كما طالبت الخارجية المصرية مجلس الأمن بتبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في القطاع ميدانياً قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بما في ذلك رفح غداة أمر محكمة العدل الدولية بتعليق عملياته العسكرية في رفحه فوراً وعقب القرار الصادر عن المحكمة يوم أمس تواصل قصف الاحتلال على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية كما أفادت وسائل إعلام بوقوع غارات على مدينة رفح ودير البلاح في القطاع أكد تحالف نبني أن الكتل السياسي تريد أن تذهب إلى الحل والانتقال من منطقة الخلاف إلى منطقة التفاهم بشأن منصب رئيس البرلمان وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي إن إدراج الفقرة مجدداً بشكل الذي جرى في الجلسات الماضية أمر غير صحيح لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعمق الخلافات بين الفرقاء السياسيين حمل الإطار التنسيقي القوى السياسية السنية مسؤولية إطالة سقف أزمة رئاسة البرلمان النائب عن الإطار سالم العنبكي قال إن ساس السنة عاجزوا عن توحيد خياراتهم والاتفاق على شخصية واحدة تتولى منصب رئاسة البرلمان مشدداً على أن هذا الملف أخذ الكثير من الوقت ويجب حسمه والمضي بتشريع القوانين المهمة وتفعيل الدور الرقابي اتهم النائب محمد الدليم النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي بالتعمد في إهدار حق مكون رئيس في البلاد قال الدليم أن المندلاوي أثبت فشله في إدارة جلسات البرلمان بتجاهله الدستورة والنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية وإنحيازه لطرف دون آخر عن طريق تأخيره المتعمد لجلسة اختيار رئيس البرلمان على حد تعبيره دعا أمير قبيلة الجبور حاتم عبد الرزاق الإطار التنسيقي والكتلة الكردية إلى الإسراء لانتخاب جلسة تحديد لرئيس البرلمان عبد الرزاق في مؤتمر صحفي طالب النائب الأول للبرلمان محسن المندلاوي بلا اعتذار عن ما صدر منه بحق النائب أحمد الجبوري ندعو القوى السياسية والكتلة النيابية على تقليب لقة الحوار في حسب منصب رئيس البرلمان وفق الدستور والآليات الديمقراطية والابتعاد عن المشاحنات والتصريحات المتشنجة والقير مسؤولة والتي قد تنسحب على الشارع العراقي لا سامح الله كما ندعو رؤساء الكتلة السياسية في الإطار التنسيقي والكتلة الكردية وقيادات البلد لتحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس البرلمان في أقرب وقت ونأسف ونستقرب من الكلام الذي صدر من النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي بحق ممثلنا في البرلمان النائب أحمد الجبوري والذي انتشر على مواقع التواصل وفي حالة حقيقة هذا الكلام القير مقبول بالمطلق نطالب محسن المندلاوي بالاعتذار الرسمي للجماهير التي يمثلهم النائب أحمد الجبوري دستوريا في البرلمان العراقي مع الاحتفاظ بحقه في التقاضي لدى القضاء والمحكمة الاتحادية العليا يتمسك حزب تقدم بتعديل النظام الداخلي للبرلمان حال الفشل بالضفر بمنصب رئيس مجلس النواب اتهامات المماطلة وتصاعد حدة المنافسة نتابعها معه فقار فاضل لا تزال بعض القوى السياسية السنية ولا سيما حزب تقدم على أمل تعديل النظام الداخلي للبرلمان وتحديدا الفقرة الثانية عشر الخاصة باستبدال المرشحين بآخرين في حال فشل الوصول للأغلبية المطلقة فالأوسط السياسية ترى أن خيار تعديل النظام صار أشبه بطوق نجاة للعبور من الأزمة تعديل النظام الداخلي سيبضي إلى كثير من الحلول التي سبق وأن كانت هي معرقلات وتحديات أمام مقرار القوانين وتشريعاته ولهذا أصبح لزامنا الآن أن نرى بعضا من سعي تلك الأطراف السياسية إلى الإسراع بعملية إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي حتى نكون على وضوح رؤية بأن سيتم تجاوز تلك المعاوقات التي أدت إلى تأخير تشريع القوانين أو حتى تأخير تسمية الرئاس وقد تكون المماطلة في عدم حسم انتخاب الرئيس من الجولة الثانية هو أحد الأسباب الذي دفع بالكتل للمطالبة بتعديل النظام الداخلي في وقت يعتقد مراقبون أن التعديل قد يكون بمثابة طعم لبعض القوى السنية مع حالة اجتداد المنافسة لغرض الوصول سريعا لكرسي الرئيس مسألة تعديل النظام الداخلي وخاصة نقطة مسألة إشراك نواب رئيس البرلمان بالقرارات التي اتخذها رئيس البرلمان مسألة أعتقد جدا خلافية والبوسي نفسه كان رافض لهذه الفكرة فما أعرف ليش حاليا يسعى إلى تغييره هذا هو مقابل أن يضمن رئاسة البرلمان وهذا طعن يعتبر السنة الآخرون بالظهر من قبل رئيس البرلمان السابق على عموم هذه أزمة راح تخلق أزمة داخلية داخل الكتل السنية وتحاول القوى السياسية أن تجد مخرجا لأزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان من خلال إعادة النظر بالنظام الداخلي وخاصة بالبنود المتعلقة بمنصب الرئاسة من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة كشفت وثيقة عن توجيه لرئيس مجلس محافظة بغداد بتشكيل لجنة خاصة توزع قطع أراضي لأعضائه وظهرت وثيقة متداولة صادرة من مكتب رئيس المجلس أنه لمقتضيات مصلحة العمل تقرر تشكيل لجنة لغرض تخصيص قطع أراضي سكنية لأعضاء المجلس وحسب التعليمات المنصوص عليها والخاصة بامتيازات أعضاء مجالس المحافظات السابقين من وجهتها نفت كتلة تقدم في مجلس محافظة بغداد علمها بتخصيص أراضي لأعضاء مجلس المحافظة وفي بيان لها عبرت الكتلة عن استغرابها بالكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المتضمن تخصيص قطع أراضي سكنية لأعضاء المجلس مشيرة إلى أنها طلعت على الموضوع عبر وسائل الإعلام فقط يواصل ملف تشكيل الحكومة المحلية تصدر المشهد في محافظة ديالة حيث تستمر الخلافات السنية الشيعية بعرقلة اختيار مرشح للمنصب الرئيس في المحافظة حيث اتهم عضو مجلس المحافظة نزار اللهاب بعض قوى الإطار التنسيقي بعرقلة تشكيل الحكومة المحلية في ديالة بعد وقوفها موقف المعارض من تولي النائب رعد الدهلك منصب المحافظة واستبعد اللهاب أن تتدخل بغداد بشكل معلن لتفكيك الأزمة وإنهاء الجدالية التي طال أمدها ما أن تهدأ المحافظة حتى تعاود الصراعات السياسية بالظهور في ديقار من جديد أخر هذه الخلافات كانت بسبب التغييرات الإدارية التي وصفها البعض بأنها سياسية وبعيدة عن المهنية تفاصل أكثر مع مراسلتنا في المدينة نور صادق تغييرات واسعة تشهدها ديقار على مستوى رؤساء الوحدة الإدارية في المحافظة ولسيما مع تأكيد مجلس المحافظة المضي بالتغييرات في الأقضية والنواحية لكونها قانونية ودستورية وفق وجهة نظرهم مما ولد مخاوث من صراعات جديدة في المحافظة المضي في الترشيح لرؤساء الوحدات الإدارية كون حق دستوري وقانوني لمجلس محافظة ديقار بعد التعديل الثالث لقانون مجلس المحافظات حدث هناك بعض التجاذبات وبعض الطروحات التي تطلب التريث قليلا ما تزال الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية قائمة على نظام المحاصصة وتتمحور الخلافات حول مناصب الوحدات الإدارية وعلى الرغم من وجود رغبة مشتركة في إحداث تغيير إلا أن الحكومة المحلية ما زالت تتسم بالفوضى خاصة مع وجود عدد مثهل من الأحزاب المسيطرة عليها مراقبون للمشهد في ديقار رأوا أن هذه التغييرات جاءت وفق لأهواء هزبية وانتماءات قد تحدث إخفاقات جديدة على مستوى الخدمات وتزيد من ما سوية الواقع في المحافظة يعني الحكومات المحلية دائما نسمونها حكومات خدمة موضوع الخدمة ما يتحمل خلافات ومناكفات وصراعات نحتاج إلى هدوء نحتاج إلى تفكير منطقي ومهني وعملي حتى الإدارات المحلية تنجز أعمالها ويتنفذ مشاريعها بدل الخلافات والمناكفات والصراعات والتنافس والتصريحات المتبادلة في إطار صراعات حزبية لعله أو صراعات مصالح تفحت بعض الخلافات خلافات منها خلافات سياسية ومنها خلافات إدارية وبالتالي هذه الخلافات أثرت سلبا وانعكست على واقع الخدم للمحافظة بالتالي دعوة إلى المجلس محافظة وإلى السيد المحافظة على أنه يكون هذه الخلافات تلقى جنبا مبدع المناورة الذي تعتمده الأحزاب في تقاسم المغانم يعود للواجهة من جديد بحسب مواطني المحافظة المتخوفين من المحاصصة في توزيع المناصب للإدارة المحلية في ذيقار من ذيقار نور صادق الرابع تعهدت اللجنة المالية النيابية بالتصويت على جداول موازنة 2024 قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي وقال عضو اللجنة خليل دوسكي أن مالية البرلمان تهدف إلى دراسة بنود الموازنة لتشمل العديد من الجوانب ومنها تحديد الإنفاق الحكومي لتعرض بعدها على القوى السياسية مؤكدا وجود رغبة كبيرة لدى أعضاء مجلس النواب من أجل المصادقة على الجداول بأسرع وقت ممكن أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان إرسال معلومات 453 موظفا إلى جميع الوزارات إلى المصرف العقاري للتجارة الـ TBI وقالت الوزارة في بيانة أن الخطوة تأتي في إطار عملية صرف رواتب الموظفين من خلال مشروع حسابي مضيفة أن حكومة كردستان ستواصل إعداد قوائم ومعلومات متقاضي الرواتب الذين يختارون هذا المصرف وإعداد قوائم جديدة بشكل أسبوعي امتعاض كبير أثارته جداول الموازنة لممثلي محافظات الوسط والجنوب في مجلس النواب الحديث عن الإجحاف وحصص المحافظات والآليات البديلة لتقليص نسب العجز نتابعها مع مصطفى عنوش أثارت الصورة الأخيرة التي خرجت بها جداول الموازنة المالية سخطاً نيابياً واسعاً خصوصاً للممثلين عن محافظات الوسط والجنوب لما وجدوه من إجحاف كبير بالحصص الموفعة للشمال قياساً بالجنوب مؤسف بعض الممارسات غير صحيحة يعني أجوع محافظة وأدل المحافظة يعني نصدر 60% من نفطنا من البصرة وهذه ما تأخذ استحقاقها فيها التلوث بيئوي هناك مع الأسف كثرة اليد العاملة من الأجانب المحرومية المواطنين لربما قد تعداد ننتظر أن ينطينا نتيجة إلى خمسة مليون مواطن لم يأخذ استحقاقهم خصوصاً للمحافظات المحرومة التي كانت معاقبة من أيام النظام السابق وتطالب أوسط الرقابية اللجنة المالية النيابية وبعد تسلم جداول الموازنة من الجبهة التنفيذية بالأمل على معالجة الأضرار المترتبة عن تخفيض حصص المحافظات ضمن موازنة العام 2024 وإيجاد آليات بديلة لسد العجز المالي يجب أن تكون كل محافظة لها حصة كبيرة من هذه الموازنة التي هي موازنة انفجارية لثلاث سنوات المفروض هذا العجز أن يسد بطرق أخرى مثلاً المنافذ الحدودية الضرائب تشغيل العاطلين فتح المصانع يعني كل هذه الأشياء يجب أن لا يكون في الموازنة أي عجز وبحسب جداول الموازنة المالية المرسلة من الحكومة إلى البرلمان فإن التخفيض لحصص المحافظات بلغت رليوني وخمسمائة مليار دينار لجميع المحافظات وبالمقابل رفعت موازنة وزارة الإسكان إلى ثلاثة تريليونات وسبعمائة مليار دينار مصطفى الوشأ الرابع بغداد أعلنت وزارة التخطيط إكمال الاستعدادات الفنية لتنفيذ التعداد السكاني الكترونياً وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالزهر الهنداوي في حديث للرابعة أن المتطلبات التي أكملتها الوزارة تشمل توفير الخرائط والصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية التعداد العام للسكان جديد من حيث التنفيذ كمدة زمنية طويلة وجديد من حيث الآليات والتقنيات التي ستستخدم في تنفيذه لأول مرة الإراق سينفذ تعداداً إلكترونياً وبالتالي أن يكون التعداد الإلكتروني حقيقة هذا يتطلب الكثير من المتطلبات على مستوى الأجهزة وعلى مستوى المراكز المعلومات والاتصالات وعلى مستوى حتى الكوادر البشرية التي ينبغي أن تكون مهيئة ومدربة على نحو عال من التدريب وجاهز للتنفيذ وفق هذه المتطلبات أضف إلى ذلك أيضاً ونحن نتحدث عن مشروع وطني كبير بحجم التعداد العام للسكان أن المناخ السياسي يمكن ولأول مرة أيضاً في الإراق منذ ما بعد 2003 إلى اليوم أن المناخ السياسي إيجابي بالمجمل والداعم لكل تنفيذ التعداد الجميع أدرك أن هناك ضرورة وهناك حاجة كبيرة لإجراءة أعداد سكاني في ظل عدم وجود بيانات شاملة ودقيقة وواسعة للمشهد في الإراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمر بالتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وكشف الجريمة ومنع وقوعها الشمر خلال زيارة ميدانية الليلية لعدد من مراكز الشرطة في الكاظومية المقدسة شدد على تكتيف الجهود لخدمة المواطنين ومتابعة المطلوبين للقضاء كما استمع إلى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها هذه المراكز والتقى بجميع قيادات مفاصل وتشكيلات الوزارة العاملة في هذه المدينة من بينها وكالة الاستخبارات ومديرية النجدة ومكافحة الإجرام تتوالى الحرائق في كاركوك بصورة لم تألفها المحافظة من قبل الأسباب والتفاصيل ونتائج التحقيقات واثقها مراسلنا في المحافظة مهند التميمي لم تتعافى كاركوك من صدمة حريق السوق الكبير قبل أيام حتى أحرقت النار اليوم أحد طوابق فندق بلازمول وسط كاركوك يقول صاحب الفندق إن الحريق نشب في مطعم الفندق والذي يخضع لعملية ترميم والخسائر مادية فقط والله ما عدنا أي علم شون صار الحريق شون ما صار بس خبرنا قال لنا تعالوا كحريق بس الحمد لله وشكر انحصر بالمطعم والفندق ما وصل لشي الحمد لله وشكر والفندق بلازم مقابل محافظة القديمة بناءة محافظة القديمة الحمد لله وشكر كل شيء ما يكون بس المطعم وكان قيد الإنشاء يعني ما خلصان الحمد لله وشكر سيطرنا عليه والدفاع المدني جزام الله في خير يعني سيطروا عليه وما خلوا النار يتوسع فيما يؤكد أعضاء في مجلس محافظة كاركوك إن الحريق حتى الآن أسبابه تماس كهربائي والتحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية لنشوب الحريق مشددين على ضرورة أن تتحلى هكذا مرافق بشروط السلامة والأمان نعم هذه اليوم المسلسل الحراق بكاركوك يعني تزيد يوم على يوم لكن اليوم هذه ليست مفتعلة البخية الاحتراقات للإندلاع الحريق كانت مفتعلة يعني السوق الكبير مفتعلة 100% لأننا وصلت الحادث في أوانه كانت مفتعلة لكن اليوم هنا لا تماس كهربائي ندعم من المواطنين أو أي مناية كبيرة بأن يكونون على أدق الدراية بالجهاز الإطفاء يعني يوفرون الجهاز الإطفاء بكل البناية بكل طوابق سرعة استجابة أبطال المطافئ منعت حدوث كارثة كبيرة كون موقع الحريق يساعد على انتشار النار وبشكل سريع أما لجان التحقيق فقد باشرت عملها للوقوف على مساببات الحريق من كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة بجهود ذاتية ودوافع إنسانية ومعايير عالمية افتطح في كربلاء المقدسة أول مشروع نسوي لدعم شريحة الأرامير والمتعففين تفاصيل المشروع وما يوفره من دعم رصده مراسلنا في المحافظة معتز العبودي أول مشروع نسوي كربلائي وبجهود ذاتية غايته دعم شريحة الأرامل والعائلات المتعففة بعد افتتاح مجرى الخياطة بخطوط انتاجية تعمل ضمن المواصفات والمعايير العالمية بداية المشروع يبدأ من التدريب مثل ما تعرفون أن أغلب الأمهات ما عندهم خبرة بالخياطة فنبدأ أول مرحلة هي مرحلة التدريب تدريب 20 إلى 22 أم مدة التدريب هي مدة شهرين هذا المشروع فادي هواية نساء يعني خاصة الأرامل والمطلقات والمحتاجين يعني مشروع جيد كل شيء جيد المشروع شنه أول ما يفتحون تدريب شهرين والتدريب مجاني وبعدين يعني ينزلونهم للخياطة الخياطة شنه براتب شهري هذا المشروع يضم بين صفوفه أيضاً نساء عاملات من شريحة الصم والبكمة والتي كانت لها حضور مميزة ومختلف عن بقية المتدربات اللواتم تازن بالاندفاع وحب التعلم والتعلق بهذه المهنة أول أسبوع نبتدي وياهم بتعليم كيفية استعمال المكينة مكينة الخياطة والأوبر لأن أكون بهم قسم من عدهم ما يعرفون عن مكينة نهائياً وقسم من عدهم لا عدهم معلومات قليلة الصم والبكمة يعني عدهم ذكاء يعني يختلف عن الباقين يأخذون المعلومة بسرعة ونحن نهيئ لهم المكان مثل ما أقول نفسياً وصحياً ونعرف شون نتعامل وياهم مشاريع خاصة بمنتجات تدخل سوق العمل المحلية لتثبت جذارتها وسط منافسة شرسة بين المستوردة الذي اكتسح الأسواق المحلية بأسعاره الزهيدة والتي تخلو من الجودة العالية وتسعى هذه المبادرة إلى زيادة الوعي المجتمعية للمرأة الكربلائية وتنمية قدرتها بالإضافة إلى الدخل المادية للنساء المشاركات في هذا المشروع من كربلاء المقدسة محتزل عبودي الرابعة إلى علاوين عشر رئيس الجمهورية في طهران للتعزية بالرئيس الراحل وترحيب عراقي بقرار محكمة العدل بشأن رفاح الخلاف السمي عقد ملف رئاسة البرلمان وتقدم يضع تعديل النظام الداخلي خطة للظفر بالمصد تعهد نيابي بسرعة تمرير جداول الموازنة ومطالبات بتلافي أضرار تخفيض حصص المحافظات كانت هذه المنتصف من الرابعة شكرا لكم في أمان الله اشتركوا في القناة